مسائل فل عليكم او نهاركم سعيد حسب الوقت اللي هيصلكم في الفيديو النهاردة كالعادة معادنا مع فقرة الساحر فليه اسمها فقرة الساحر؟ هيا بنا نرى معا انا سميتها فقرة الساحر لان هي يعني بتبقى زي الفصل الاعلاني كده ما بين الفقرات الجدة بيجي فترة فقرة كده الناس بتاعي يعملوا فيها ريكرياشن يعني ريليف كده يحسوا بالبهجة والضحكة السعيدة وعشان هي بتتكرر كتير فيعني تعرف عليها ان نقدر نسميها فقرة الساحر هنتكلم النهاردة عن ارتفاع اسعار برند من برندات السيارات الارتفاع الشهري اللي بيحصل لكل برندات بسبب او بدون سبب والمراضي بدون سبب احنا بشايفين اي سبب يعني يدعو لارتفاع اسعار السيارات حاليا والبرندات شغالة ارتفاعات فبراير وبعدين لما يجي مارس هيبقى ارتفاعات مارس وهكذا يبدو انه بقى بقت فقرة مقررة علينا فالمهم من داعش وقتكم وكيل شركة رينو في مصر او وكيل سيارات رينو في مصر الشركة المصرية العالمية للسيارات اي اي ام اعلن ارتفاع اسعار سيارات طرازات رينو في مصر والارتفاعات المراضي برضو في شهر فبراير بعد ارتفاعات شهر يناير الارتفاعات تصل الى مئة الف جنيه في بعض الفئات يعني او الطرازات فهنبتدي اه قبل ما نبتدي هنقول ان احنا في مفاجأة برضو تخص رينو برضو تخص موضوع اللي بنتكلم فيها نتكلم فيها في اخر الفيديو فالحابابي كان لو يكمل معنا اه اللي مش حابب يكمل معنا لغاية اخر الفيديو ان شاء الله مش هنطول ياخد الاسعار بتاعة الفئات الجديدة والطرازات الجديدة من رينو في 23 فبراير اول حاجة السيارة الهاتشباك رينو سانديرو سانديرو الهاتشباك 1660 محرك تنفس طبيعي اربع استوانات محرك تقليدي من السيارات اللي اه في مقترحاتي بقولها الناس يعني اه مع التحفزات يعني على الدفوهات اللي فيها الدريكسيون تقيل لو التحفزات دي تهمك يبقى العربية ما تهمكشي اه او مش مناسبة ليك ان الدريكسيون تقيل يعني اعتبر هاف باور مش باور قوي وصوت المطور عالي وبتاكل بنزين شوية اه انما دي العيوب الدفوهات يعني منما الباقي كله ميزات يعني رينو سانديرو موجودة بفئة واحدة وحصل عليها ارتفاع سعري 60 الف جنيه في فبراير بقى سعرها جديد خمسمية خمسة وعشرين الف للفئة الوحيدة اللي موجودة التراز التاني اللي هنتكلم عنه في سيارات رينو هي رينو سانديرو ستيبوي يعني سانديرو دي الهاتشباك سانديرو ستيبوي زادت كلمة ستيبوي على كلمة سانديرو والعربية ترفعت بقت كروس اوفر الهاتشباك بقت كروس اوفر الكروس اوفر دي مع تغييرات طبعا مش مجرد بس ان احنا بنرفع العربية لا فيه تغييرات برضو شوية فيه الصالون من الداخل فيه تغييرات في حجم الشنطة فيه تغييرات في العفشة دي التغييرات الرئيسية اللي بتخليها كروس اوفر العفشة يعني ازداد التقلن وقوة يعني فيها شوية كده اي تغييرات يعني ده الفرق بين السانديرو والسانديرو والستيبوي انما منظومة القوة والحركة الفتيس الاطماتيك الاعتيادي اللي بدون مشاكل مع المحرك الالف ستوميس سي التنفس طبيعي المنظومة دي واحدة في السيارتين دول وكمان في سيارات لوجان جمان طيب سنديرو موجودة بفئتين الفئة الاولى اسمها اس دابليو يعني او اس دابليو دي اختصار لستيشن واجن يعني معناها مش استيشن واجن هي تصنيف بتاعها كروس اوفر تحت المدمجة وان كنت ارى ان هي كمساحات داخلية للعربية تصنفها يبقى يعني يقترب شوية من انها مدمجة مش تحت المدمجة يعني طيب لان مساحاتها كبيرة الفئة الاولى اسمها اس دابليو او ستيشن واجن دي زادت ستين الف جنيه بقى سعرها الجديد خمسمية خمسة واربعين الف جنيه التاني فئة اسمها اس دابليو ناف يعني ستيشن واجن بالنافجيشن ودي اللي ادي لي فيها شاشة واللي بيبقى فيها نافجيشن وفيها بعض المزايا الاخرى دي اللي انا بنصح بيها لو انت بتجيب هتجيب الستيبوي سنديرو استيبوي جيب الفئة التانية على طول نجيبش الفئة الاولى الفئة التانية برضو زادت ستين الف جنيه بقى سعرها جديد تلات خمسات خمسمية خمسة وخمسين الف جنيه التراز التالت اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو السيارة رينو ميجن هو رينو ميجن هي تراز التالت اه صحيح لكن برضو فيه تأسيمة داخلية للسيارة بتنزل بمحركين كاتيجوري بينزل بمحرك 1600C تنفس طبيعي متوصل بعناق الحركة CVT ومنظومة التانية منظومة القوى التانية بتيجي بمحرك 1300C تيربو مع فتيس دول كلاتش طبعا لو انت بقى بتدور على الأداء في العربية للسيدان دي الأداء فقط الأداء ولكن ليس العمر الطويل للمطور وليس انت بقى العربية معمرة بدون مشاكل لا الأداء بتدور على الأداء بس بغاية النظر طبعا يعني مع ان الأوبشن موجودة في الاتنين كاتيجوري أوبشن محترمة قوي فلو انت بتدور على الأداء بس ومش همك ان العربية تبقى اعتمدية وتبقى عمره طويل سنين يعني خمس ست سنين بدون مشاكل بدون يظهر فيها مشاكل يبقى روح للتيربو لو انت بهمك بقى ان العربية تستمر معاك خمس ست سبعة ثمان سنين بأداء معقول كويس مش أداء رياضي لكن عربية اعتمدية ومطور معمر وما فوش مشاكل يبقى روح للألف ستوميسي سي سي المحرك الكاتيجوري الأولاني ألف ستوميسي التنفس طبيعي بالنسبة للألف ستوميسي التنفس طبيعي الرينو ميجن فهي موجودة بثلاث فئات الفئة الأولى اسمها فيجن الفئة الثانية اسمها ديناميك الفئة الثالثة اسمها سيجناتشر الفئة الأولى زادت ستين ألف جنيه بقى سعرها جديد سبعمية وعشرين ألف الفئة الثانية ديناميك زادت سبعين ألف جنيه بقى سعرها جديد سبعمية وسبعين ألف جنيه الفئة الثالثة سيجناتشر زادت مئة ألف جنيه وهنا الزيادة اللي تكلمنا عنها في العنوان ازي او في بداية مقدمة الفيديو ان الزيادات وصلت لـ 100 ألف فالفئة الثالثة سيجنيتشر من رينو ميجان التنفس الطبيعي لـ 1600C زادت 100 ألف جنيه بقى سعرها جديد 850 ألف جنيه الكاتيجوري الثاني من رينو ميجان زي ما قلنا اللي بالمحرك 1300C التيربو مع الفتيس دول كلاتش دي ما هو توفره بـ 4 فئات مش 3 فئات المراضي لـ 4 فئات الفئة الأولى اسمها ديناميك الثانية اسمها إنتنس الفئة الثالثة اسمها سيجنيتشر الفئة الرابعة اسمها سيجنيتشر بلس الفئة الأولى الديناميك زادت 100 ألف جنيه كمان من ضمن الزيادات الكبيرة أكبر طيما للزيادات في فبراير فيما يخص الرينو بقى سعرها الجديد الفئة الأولى 870 ألف جنيه الفئة الثانية اللي اسمها إنتنس زادت 100 ألف جنيه كمان بقى سعرها 890 ألف الفئة الثالثة زيادة 100 ألف جنيه بقى سعرها جديد 920 ألف جنيه الفئة الرابعة برضو زيادة 100 ألف جنيه سعرها جديد 960 ألف جنيه طيب دي الثلاث طرازات اللي نزلت في قيمة الأسعار الجديدة اللي أعلن عنها الوكيل بالزيادات السعرية الجديدة بالفئات يعني وضحنا فئة فئة يتبقى الطرازين اللي كانوا معروضين في يناير 2023 أو يعني آخر سعر معروف ليهم في يناير 2023 الأسعار اللي هنقولها دلوقتي ولكن الطرازين دول مختفين لا اختفوا من قائمة الأسعار ضمن إعلان الوكيل عن الأسعار الجديدة والسيارتين دول هما رينو داستر ورينو لوجان وهنا المفاجئة رينو لوجان الشهيرة اللي عليها طلب اللي هي أكتر حاجة بتتباعها يعني عشان هي قال للعربيات سعرا في سيارات رينو والسيارة الشعبية اختفت من قائمة الأسعار طيب آخر أسعار للسيارات دي هنبدأ بالدستر الدستر آخر سعر كانت يعني آخر حاجة للدستر كانت فئتين فئة الأولى اسمها H1 والفئة التانية اسمها H2 وآخر أسعار معروفة الفئة الأولى H1 آخر سعر معروف لها كان 344 ألف جنيه والفئة H2 الفئة التانية آخر سعر كان معروف لها 505 ألف جنيه حاليا فئتين غير متاحين من دستر أما بالنسبة لرينو لوجان فكانت متوفرة قبلا بأربع فئات والأربع فئات كان اسمهم زي بالزبط يعني تقريبا كده خليط من فئات من مسميات يعني فئات رينو ميجان تيربو رينو ميجان التنفس الطبيعي رينو لوجان كانت موجودة بربع فئات الفئة الأولى Vision التانية Dynamic الثالثة Signature الرابعة Signature Plus وآخر أسعار معروفة لها الأربع فئات مع عدم توفر العربية عشان نوضح بس آخر أسعار كانت معروفة لفئات كالقاتي الفئة الأولى كانت بربعمائة وخمسة عشر التانية بربعمائة وخمسة عشرين التالتة بربعمائة وخمسة وثلاثين الرابعة بربعمائة وخمسة واربعين ألف جنيه وبس كده تنتهي حلقتنا النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وإذا عجبتكم الحلقة ياريت تدعمونا بأحد الطرق للدعم المعنوي أو المادي حسب ما ترتاحوا أو الدعمين مع بعض من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات والانتساب للقناة جوين وهيكون التشكرات تانكس والرابط البيبال في صندوق الوصف وإلى اللقاء فيديو جديد حتى ذلك الحين في أمان الله ترجمة نانسي قنقر